اشتركوا في القناة وعلى فكرة هذا النوع من التدريب سهل وما يحتاج حتى لمدرب صوت شوفوا هذا المقطع طبعا هذه الحركات اللي شفناها مع الوقت تساعد الشفاع على التحرك اللين والسلسة لتخرج الحروف الشفوية بوضوع وسلاسة وهناك حركات تدريبية اخرى تخص حروف اللسان واخرى تخص من خارج حروف الحلق لازم تسأل عنها وتؤديها باهتمام الملاحظة الثانية مش معقول ان الواحد يسمع الاغنية من ثلاث او اربعة دقائق وهو مرعوب من اي اندفاع صوتي مفاجد يقضي على انسجة طبلة الاذن فلازم عليها وعلى مهندسية الصوت تبعها ان يراقبوا درجة حدة الصوت باهتمام فاحيانا الاغنية لحنها حلوة كلماتها حلوة وحتى صوتها يكون حلوة لكنه حاد ومؤذي للسمع يجعل السامع طول الوقت ويرافع الهيدفونس او السماعات ومبعدها عن صوان اذنه عشان الطبلة وسلامتها ثالثا الفنانة سواء عندها ملكات صوتية او ما يطلق عليها بالعرب الصوتية او التحليات وهي ما شاء الله تجيد استخدامها لكنها للأسف لا تجيد اختيار توقيتها تستخدمها بافراط مبالغ فيه الملح وعلى قدر اهمية لكنه اذا زاد عن حده انقلب ضده وضيع لك الوجبة كلها وينطبق هذا الامر على هذه العرب او التحليات اساتذة الغناء الكبار لو تلاحظونهم في كل اغنية لهم نجيدهم يستخدمون هذه التحليات مرة الى مرتين او الى ثلاث مرات بالكثير وهم اصلا يتركونها هكذا تأتي معهم بتلقائية وبدون اي تكلف ولهذا يصل اداءهم وغناءهم للقلب فتطرب له اذن السامع وذائكته والفنانة سواء ان لاحظها تبدأ بهذه التحليات من اول ما تخش في الاغلية ظن منها ان البداية يجب ان تبهر السامع وهذا غلط المطلوب منها ان تعرف الناس اولا بالجملة لفظيا وبصوت سلس وواضح بدون اي تكلف وعندما تعيد نفس الجملة الغنائية او اللحنية ساعتها فقط يمكنها ان تضيف لها شوية التحليات من اللي يمتلكها صوتها الحل لكن انها تفرش بضاعتها من اول وهلة فهذا شيء مش صائب رابعا واخيرا الوقوف على المسرح البنت بشكل عام جميلة وما يحتاج بس وقوف المطرب او المطربة على المسرح له تكنيك معين لازم تتعلم ومش عيب ان الواحد يتعلم ويتدرب حركة الايدي العيون اللفتات طبيعة استجامة الفنان كلها لازم تدرسها لانه بصراحة لها حركات او لفتات عجيبة ولا ابالغ ان قلت عنها انها مرعبة وهذه اللي فتت تعملها فجأة بدون اي دقاعي فقط تفسد اللحظة والجمال وبشكل معبط وغريب هذا جانب والجانب الاخر كنت متردد اذكره بس لازم اذكره بخص وزنها اللي زاد في الفترة الاخيرة بشكل كبير وملحوب واكيد في ناس ستنتج التطرق لهذه النقطة وتشوف من منظور اليمن المعتاد انه ربما زودت البعسز مع ان المطربة او المطرب في الحقيقة ماهوش مجرد صوت حلو فقط بل هو شكل ولب وكارزما وذكاء وموضوع الوزن والشكل عموما بالنسبة لنجوم الغناء والفن في كل العالم يعتبر نقطة في غاية الاهمية ويولوها اقصى اهتماماتهم بس يالله ما علينا عموما هذا كل ما احببنا ان نقوله واتمنى من الفنان سهل مصري ان لا تعتبر ما جاء في هذا الفيديو تنمر لا سمح الله بل نجد ورأي نابع من محبة ومن امنياتنا لها بالافضل وبالاحسن الى اللقاء اشتركوا في القناة